السلام عليكم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم مجددا في قناة مجلد فرغرانس لمراجعة وتقييم العضور اليوم شاء الله راح نعطيكم الانتباع الاخير لعطرين مقارنة بين عطرين طوباكو كولكشن أنترنس دارك إكشكليسيف من دار زارا وعطر 212 VIP من دار كارولين هيريرا في الحلقة السابقة انا عملت فيديو مخصص لهذا العطر وفي أقاويل تقول أن العطر هذا محاكي لعطر 212 من دار كارولين هيريرا انا بعدما استعملت العطر لمدة مطولة يعني خرج بملاحظة راح نعطيكم جميع التفاصيل ابقوا معنا طوباكو كولكشن من دار زارا هذا العطر يسمى بانتونس دارك إكسكليسيف انا عندي نسخة سنة 2021 للأمانة العطر هذا بدأ انتاجه في سنة 2016 وبعد سنتين في سنة 2018 قاموا بإعادة سياغته ثم أعيد سياغته مرة أخرى في سنة 2021 هذا العطر ينتمي لفئة العطور العمبارية العمبارية التابلية يعني الموجهة للرجال العطر يليق أكثر لفصل الخريف والربيع والشتاء ويليق نشوف أنه يليق أكثر لفترة الليلة هذا العطر يعني لما استعملته لما استعملته هذا العطر حقيقة نوعا ما خيب ضني لم يحاكي بنسبة كبيرة لعطر 212 VIP من دار كارونينا هيريرا هذا العطر ينتمي لفئة العطور العمبارية الخشبية وانتزى في سنة 2011 وأبدعت فيه العطارة MLA BVR العطر هذا حقيقة عطر جذاب جدا جذاب يعني إلى أبعد درجة بسبب نجاح العطر صار فيه كثير من الإصدارات بعده هذا العطر الشي اللي لمسته فيه هو أنه صح في الافتتاح يعطيك نوعا ما بعض الDNA الموجود في عطرات 212 لمسة خفيفة ثم تختفي مباشرة بعد 30 ثانية أو دقيقة للأسف تشم أكثر نطات التوابل طاغية في العطر ولم يهدأ العطر أكثر رح تبزغ نطات من توباكو يعني أوراق توباكو وتبزغ أكثر العطر هذا فيه فيه تفاح فيه الففر الأسود فيه أيضا حوب الطنقة يعني العطر منذ الافتتاح إلى نهايته العطر ليس منعش وإنما تابلي تابلي حار تابلي منعش بعد لما تمر الافتتاحية رح تأتيك نطات نوعا ما حلوة ثم يبدأ يستقر على قاعدة عنبرية خشبية وما إلى ذلك بالنسبة لفواحان العطر للأسف العطر فواحانه لا يتعدى الساعتين يعني كحد أقصى تبت العطر أيضا خيب ظني لا يتعدى أربع ساعات لا أدري أن النسخة التي معي ممكن ممكن الإصدار الأول الذي أصدره في سنة 2016 أو 2018 كانوا أحسن من نسخة 2021 لم يعطيني المصدر لكي توقعه منه وإنما مجرد افتتاحية من العطرة �و وانتو لجداب بعد ذلك بعد دقيقة لا تبقى أبدا هذه التلك الموجود في من دار كارولينا هيريرا لنفس التي جربت هذه النسخة من فضلكم أعطونا رأيكم يمكن عندكم نسخة قديمة أو اصدار 2016 كما قلت من قبل كان احسن اصدار 2021 يعني انسوا هذا العطر هذا العطر لا يحاكيه انسوا العطر كرائحة يعني لما نشوف العطر بحد ذاته كرائحة يعني مقبولة بهذا السعر السعر اللي تعدى 20 دولار حتى الـ 25 دولار يعني رائحة مقبولة لمحبين وتتباكوا انا نشوف انه العطر هذا يليق الا الاستعمال يعني الخروج ليس لاستعمالات الرسمية يمكن تستعمل في الخروج ولكن في الليل يبدع اكتر في الليل في الاجواء الباردة يمكن لك ان تكتر من عدد الرشات عطر لا بأس به اذا استعملته من قبل خلونا في التعليقات كيف كانت تجربتكم مع هذا العطر ايضا العطر هذا عطر رجالي بامتياز يعني استحيل انه نساء تستعطر من هذا العطر الفئة العمرية التي يمكنها ان تستعمل هذا العطر فوق 20 سنة اي وعد فوق 20 سنة يمكن انه يستعمل هذا العطر عطر يعني نشوف انه نظرا لتمانه الزهيد يمكن انه يكون في مجموعتكم شخصية ولكن يعني العطر لم اجد فيه اي تمييز لا يجد اي تمييز في العطر يعني حقيقة للأسف خيب ظني في الاخر ما باقي لا نقول لكم شكرا لكم مشاهدنا الكرام على حسن الاسغاء والمتابعة اليوم قدمنا لكم يعني تفاصيل حول عطر زارة الذي ينتمي الى اصدارات للناس اللي تحب تعرف اكتر حول هذا العطر راح تجدون حلقة سابقة في صندوق الوصف ايضا للناس اللي حب تعرف حول عطر راح تجدون ايضا الفيديو في صندوق الوصف نلتقي في فيديو اخر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة